أهلا بكم مشاهدين الكرام إن كان منكم من يحب التأمل والاستمتاع بروعة الطبيعة ويهتم باكتشاف خباياها مع التحلي بروح المسؤولية في الحفاظ على البيئة فإنه حتما من محبي السياحة الإيكولوجية هذا النمط السياحي يشكل حاليا 20% من الحركة السياحية العالمية كما أنه أصبح من القطاعات التي تحقق معدلات نمو مهمة خلال العشرية الأخيرة يقوم هذا النمط أساساً على الحفاظ على الطبيعة وعلى مواردها النباتية والحيوانية مع تتمين المنتجات المحلية والموروط الحضاري المغرب يعمل في اتجاه النهوض بالسياحة البيئية بشكل متواصل منذ عام 2006 يتوفر اليوم على بنية سياحية مهمة عبارة عن مرافق تحافظ على الاستدامة وتندمج في الإطار السوسيو ثقافي حسب خصوصية كل منطقة هذه الجهود تقابلها إكرهات وتحديات لا زالت تعترض نمو هذا القطاع ولتصلتي الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة مراكش السيد أحمد الشهبوني أستاذ متخصص في المجال البيئي والتنمية المسادمة أهلا بك سيدي أهلا مرحبا بك إذن المغرب كما نعلم يتوفر على المقاومات الأساسية للنهوض بقطاع السياحة الإيكولوجية ونذكر هنا التنوع الطبيعي والجغرافي فضلا عن المؤهلات التاريخية والثقافية ما الذي لا زال يحول دون تحقيق هذا النمط للأهداف المسطرة له ضمن الاستراتيجيات والمخاططات السياحية كما ذكرت المغرب يتوفر على مقاومات السياحة الإيكولوجية بامتياز وكان تنوع مجالي من الصحراء الغابات الجبال البحر وكان مجهود يعني الدولة دارت مجهود والفاعلين من أجل الاستطمار ومن أجل إغناء هذا المجال اللي المغرب تيزخر به لكن مثلا نعطي المثال في مدينة جهة من ركش أن المجال الغابوي متد على 700 ألف هكتار وعندنا يعني المنتزة التوبقال وسبعات المناطق رطبة أزيد من 460 تنوع من لفون إلى فلوغ يعني الحيوانات والنباتات كل هذا ومع الأسف أنه كتر من 85 ديال السياح تيبقاوا في مدينة موراكوش رغم هذا المجهود كين اختلالات الاختلال الأول أنه كين تعدد المتدخلين وما كينش تنسق بينهم وكين تدار المشاريع مثلا لشغط ناسيونال والاستخاتيجي ما كينش تتبع وتاني عدم الاشتغال في إطار مجالي إذن في أي اتجاه اليوم يجب أن تصب الجهود لتدارك هذا الخلل وجعل هذا القطاع قاعدة اقتصادية أكثر تباتا وأكثر استدامة خاصة وأن هذا القطاع يعني يوزع الدخل السياحي على فئة كبيرة من السكان وهنا أقصد العلم القربي طبعا أنا كيف قلت خلص تنسيق لأنه من أجل إنهاش هذا القطاع خلص جميع المتدخلين مثلا منتزاء أوريكا كله الآن أن الإزبال والمياه العادمة تصبوا في الوادي وهذا تقتل هذا المنتزاء الجميل اللي عندنا في المنطقة إلى جانب التنسيق بين المتدخلين يعني ما المطلوب أيضا؟ طبعا يعني مطلوب الرفع من قدرات يعني تكوين الشباب اللي في كل منطقة لأنه يخصون يعرفوا إحنا درنا تكوينات لقيد يعني لقيد دومونتان يعني يخصون يعرفوا المجال ديالهم باش يسوقه يعرفوا النباتات يعرفوا التاريخ دياله يعني يخص تكوين ستكون مدرسة تكوين السياحة الإيكولوجية لأنه هذا هذه خبرة اللي خصت تنقلها الشباب أبناء المنطقة باش يمكن يعتانيوا بمنطقتهم باش يمكن يسوقوها أكتر وخصت شجيع يعني يعني مثلا القوانين تكون شوية أدابتي يعني المجال تلمية ديال الغابات خصو يكون تسهيلات المستثمرين نعم إذن مجموعة من الجهود يجب أن تبدل في هذا المجال للنهودي به أشكرك السيد أحمد الشهبوني الأستاذ المتخصص في المجال البيئي والتنمية المسادمة أشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمة القيمة